قرار مفاجئ أثار استغراب الجميع تمثل بإعلان وزارة النقل إلغاء العقد المبرم مع شركة دايو الكورية لإكمال مشروع ميناء الفاو الوزارة عزت أسباب اتخاذ هذا القرار إلى مطالبة الشركة بالمزيد من المبالغ مقابل الوصول إلى العمق المطلوب وعدم الالتزام بالاتفاق القديم المبرم بينهما يأتي ذلك عقب أيام على انتحار مدير الشركة الكورية في ظروف غامضة وما زاد مغموض هذا الملف هو إلغاء العقد مع دايو لتثار الشكوك مرة أخرى بشأن وجود نوايا خارجية ربما غايتها الوقوف في وجه المشروع وعرقلت إنشائه أطول فترة ممكنة وعلى وقع تلك الأنباء زار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مدينة البصرة يوم أمس لبحث الأزمة فيما تعهد بالتوقيع مع شركات جديدة لبدء العمل في مشروع الميناء وأكماله في القريب العاجل تصريحات أخرى لوزارة النقل أشارت إلى الاتجاه صوب الشركات الصينية التي ربما قد تكمل المشروع بكلفة أقل من تلك التي طلبتها دايو خطوة إذا تمت فإنها قد تعيد الاتفاقية الصينية إلى الواجهة من جديد والأيام القليلة المقبلة ربما ستكشف خبايا هذا الملف